في خير بيت قد أتينا ننقل الصورة انطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء عام 1424 للهجرة لتبدأ بتقديم خدماتها الاجتماعية وفق رؤية استراتيجية تعتمد على الريادة في تمكين الأيتام للاستقلال والاعتماد على الذات وتتمثل رسالة المؤسسة في أن تكون مؤسسة متميزة في رعاية وتمكين الأيتام ذو الظروف الخاصة للاعتماد على ذواتهم من خلال توفير بيئة مناسبة تحقق الاستقرار بإدارة كوادر متخصصة بأفضل الوسائل والتقنيات وبناء الشراكات مع القطاع العام والخاص والخيري تسير المؤسسة بخطا ثابتة وطموحة وتعمل وفق أهداف واضحة هي رعاية أسرية آمنة للأيتام وتحسين جودة حياتهم تمكين الأيتام وإدماجهم في سوق العمل للوصول إلى الاستقلال المالي والاعتماد على ذواتهم أن تكون مؤسسة إخاء السند والبيت الأرحب للأيتام تحقيق التمييز المؤسسي تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة ولتحقيق عنصر النجاح في برامجنا سعينا إلى العمل في ضوء عدد من الممكنات الاستراتيجية من أهمها دمج الأيتام مع المجتمع من خلال إسكانات ملائمة ومناسبة وضع خطة خاصة لكل يتيم على حدة لضمان تمكين الأيتام وتطويرهم بناء نظم تقنية متطورة وإجراءات عمل مرنة واستقطاب الكفاءات المتميزة وإبراز الهوية المؤسسية عقد الشراكات مع مختلف القطاعات وحتى تتحقق جودة الأداء عملت المؤسسة على ابتكار قيمها الراسخة فكانت قيمها الابتكار الإتقان الانتماء الشفافية الأخوة العدل وتحقيقا لرؤية المؤسسة وأهدافها فإنها تعمل ضمن 27 مبادرة استراتيجية متميزة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء بيت الأيتام الأرحب ترجمة نانسي قنقر